شركتين تبغى تخرج من سوق الهاتف الذكية و شركة تبغى تدخل شركات طالعة و شركات داخلة الحلقة 51 من تسريبات تيك فويس خلونا نبدأ السلام عليكم وهذا الحق هو 51 من تسريبات تيك فويس وهي السلسلة اللي نتكلم فيها عن الأجهزة اللي ما بعد نزلت تقريبا كل الأجهزة المهمة في 2015 نزلت بقى شوية أجهزة نبدأ نتكلم عن أول جهاز واللي هو من بلاك بري بريف هو نفسه الجهاز اللي تكلمنا عنه باسم فينس تقريبا في الحلقات السابقة لكن الآن هذا اسمه الرسمي بريف هو كلمة جاية من الخصوصية والأمان و فعلا بلاك بري اهتمت فيه رغم أنه راح يكون أول جهاز أندرويد من بلاك بري اللي انها عدلت عليه خلتها آمن و زودت حمايته و أضافت شغلات حلوة و ما زال معه رغمها بالتعديلات القريب من أندرويد الخام يعني يفترض أن أداءه يكون ممتاز و كويس أن بلاك بري فهمت هذا اللعب و ما رات حطت واجهة فقيلة أو مبدئيا هذا اللي قاعدين نشوفها من الصور و نشوف قريبا إذا جربناه سربت مجموعة من الصور لهذا الهاتف الهاتف حلو و مبدئيا تصميمه جيد جدا هو سلايد راح يكون فيه كيبورد بلاك بري فبالتالي هذه إضافة حلوة للهاتف الشاشة راح تكون كبيرة 5.4 انش دقة كواد اتش دي أو زي ما يسميها البعض 2K راح تكون أطراف الشاشة منحنية يعني إدج نفس تقريبا سلسلة إدج من سامسونج معنات أنها راح تكون جميلة نفس ما شفنا الإدج من سامسونج بقية المواصفة راح تكون 3 جيجابايت رام البطارية غير قابلة يزالها كما تأكد حجمها و المعالج راح تكون سناب دراغون 808 و نعتقد بأنه بلاك بري فهمت هذه الخطوة لما حطت سناب دراغون 808 كويس أنها حطت 810 يعني أنا صراحة توقعت بأنها راح تخبط شوي زي سنة الأخيرة و تجي تقول و شاخر معالج نزل هو 810 يرنحط لا كويس أنهم ما جابوا العيد أنا شخصيا أعتقد أنه إذا بلاك بري تبغى تبيع كمية كبيرة و تبغى ترجع تنافس لابد يكون السعر مقبول التسريبات تقول بأنه سعره في السنين راح يكون 630 دولار وهذا يعادل 2363 ريال أو درهم تقريبا الآن هذا السعر حسب التسريبات مخصص في الصين يعني ممكن يكون أغلى ممكن يكون أقل في الدول الأخرى لكن أتمنى أنه يكون سعر 2000 أو حتى أقل 2000 ريال لأنه بكل ما كان أقل كل ما الشركة راح تبيع أكثر و ليش أنا أبغى تبيع أكثر لأنه الخبر الثاني يقول لك بأنه بالأكبري قاعدة تحاول محاولتها الأخيرة لكن يتخطط بأنه تقريبا هذه محاولتها الأخيرة اللي راح تكون مع أندرويد راح تطلق أكثر من جهاز بالنظام أندرويد إذا ما نجحت خلال 2016 فممكن تطلع من سوق الهاتف الذكية أنا شخصيا ما أبغى أي شركة تطلع لأنه إذا طلعت شركات قلة المنافسة بالتالي ما راح نستفيد وفي شركة ثانية حدخل من سوق الهاتف الذكية واللي هي سوني سوني بالفعل تفكر أنها تطلع إذا ما نجحت بهاتف الذكية الزيت فايف كان جيد جدا إلى الآن ما جربنا فتيك فوس ولا اختبرناه ولكن اللي قال المقالات اللي أكتبها أنا بشكل تدولي تقريبا في الموقع لاحقت أنا الفترة الماضية بأنه سوني تقريبا غيرت سياستها سوني ما كانت من الشركات اللي تروح تسابق في الأرقام باستثناء الكاميرا حطتها 21 ميجابيكسل لكن غير كذا ما كانت سابق الأرقام درسنا قفزت من 1080 وحطت 4K فجأة لنا قاعدة تحاول محاولاتها الأخيرة قبل تطلع من السوق وأكيد ما ودي حتى هي تطلع من السوق شركتين كبيرة راح تطلع من السوق لكن في شركة راح تدخل سوق الهاتف الذكية ومن هي هي بيبسي والإعلام جالس يرفع في بيبسي أو بيبسي بتنزل جهاز أندرويد وهذه الحركة هي نفسها سووها مع فيسبوك وسوها مع أمازون والإختصار وهذا الشي اللي يتوقع أن راح يصير مع بيبسي أول ما تعلن عن الجهاز واللي راح تعلن عن جالكسي اس 7 في بداية 2016 عدد من التسريبات قالت بأنها راح تقدم موعد اس 7 مثل ما قدمت موعد النوت 5 ليش ممكن يكون سبب المبيعات ممكن يكون أسباب أخرى مثل ما سوت مع النوت إلى الآن مواقع وعن الشغلة الثانية الجديدة في الجالكسي اس 7 والخبر اللي كان مفاجئ لي ومتأكد أنها راح يفاجئ ما راح أقول لكم بس خللوا نقول ثلاث أربعكم هو أنه الجالكسي اس 7 القادم راح تيجي فيه تقنية 3D Touch اللي عانت عنها أبو في آيفون 6 اس شرح خبر مفاجئ التقنية هذي راح تأخذها سامسونج من شركة أعلنت قبل فترة بسيطة عن شاشات جاهزة بهذه التقنية مستعدة الشركة أنها تعطيها الكثير من الأجهزة أندرويدا وعلى الأقل للشركات اللي تبغى تحط هذه التقنية وبالتالي بعام 2016 اللي هو القادم لا تستبعد خبر مفاجئ صح؟ لكن يقال بأنه فيه احتمال أنها تتراجع وترجع تدعم الذاكرة الخارجية مع ال S7 لأنه هذا الشيء ما عجب مستخدمه مع ال SX وكذلك النود 5 علي إخبارنا لهذه الحلقة أنا أدهم أشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم لا تنسى لايك للفيديو وسبسكرابي إذا كنت بغى تشوف مزيد الفيديوهات التقنية مع السلامة